السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة محمد الخضر الكرام دمتم بألف خير وصحة وعافية نهاردة ان شاء الله فيديو جديد ومهم عن مدرسة مهمة جدا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي مدرسة بيتك للتكنولوجيا التطبيقية تمام؟ النهدا ان شاء الله في اول الفيديو بس هنجاوب على مجموعة اسئلة وبعد كده ان شاء الله هنكمل الفيديو النهاردة بإذن الله فتابعونا في الفيديو ده عشان يعرف كل حاجة والاسئلة اللي بتدور في دماغكو اليومين الجايين بإذن الله فتابعونا في الفيديو ده ولسه لو لسه مش ركش في قناة نشتري في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك وشير الفيديو عشان يوصل لأجبر عدد من الناس ويستفيدهم ولو عايز أي حاجة مننا اكتبها في التعليقات وهرد عليك إن شاء الله بإذن الله بداية بس بالأسئلة اللي بتتسأل لنا هو التقديم فتح ولا لسه التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن طريق النت ولينك اللينك لسه ما فتحش يعني اللينك رابط بتخش فيه وتقدم ده لسه ما فتحش زي برضو رابط التعليم الفني كله هو رابط بتقدم فيه تمام طيب رابط التعليم السنوي برضو لسه ما فتحش والاحتمال كب خير إن هو إحنا قدامنا من أول آآ واحد سبعة لحد خماشر سبعة هيفتح في أي لحظة من لحظات دي اللينك إن شاء الله بإذن الله تمام إحنا بس لسه قدامنا وقت فما نقلقش إن شاء الله بإذن للناس بتسأل بس المدارس هتفتح إمتى مدارس سواء المدارس كلها اللي بنعمل عليها ريفيوهات في مدارس فعلا لها فورم تقديم زي ما احنا كنا عاملين المرة اللي فاتت المدرسة بتاعت المرة اللي فاتت تمام اللي هي بتاعت آآ آآ كمام اللي كنا عملناها المرة اللي فاتت تمام فالمدارس دي بتكون لها فورما زي ما احنا عملنا في الفيديوهات ولكن المدارس معظم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتقدم عن طريق النت عشان كده لسه لسه اللينك او الرابط ما فتحش وبرضه التقديم للسنة والعام لسه برضه ما فتحش لانه برضه التقديم مش في المدرسة تقديم على النت خلاص دول بس معلومتين كنت حابة بقولهم في بداية الفيديو ان شاء الله بإذن الله ونرجع للمدرسة بتاعتنا مدرسة بي تيك للتكنولوجيا التطبيقية المدرسة دي مهمة جدا ليه مهمة جدا لانها بتهتم فعلا بالسوق بالشغل اللي شغاله اليومين دول سواء مبيعات او سواء تجزئة او سواء دراسة السوق كل ده في المدارس دي تمام واحنا بنتكلم في المدرسة دي مدرسة تبع التكنولوجيا التطبيقية يعني اكيد لها شريك صناعي والشريك الصناعي هنا هي شركة بي تيك للتجارة والتوزيع طبعا الشركة دي منتشرة في مستوى الجمهورية كل واحنا كلنا عارفينها واكيد في ناس كتير اتعاملت معاها تمام فدا الشريك الصناعي تمام المدرسة دي بدأت امتى بدأت السنة اللي فاتت كانت اول دفعة اللي دخلت المدرسة السنة اللي فاتت فالمعلومات دي كلها عن معلومات من العام الماضي تمام عشان بس محدش المعلومات دي من العام الماضي ومكان موصوق منه اللي هو مدرسة او الموقع بتاع المدرسة على النت خلاص دي مدرسة بيتك لتغنيوشة طبيعية بحي الاصمرات في القاهرة ما كانها فين حي الاصمرات في القاهرة فى اللي عرف الوقت ان شاء الله بالظبط العلمين بالظبط تأساسية المدرسة دي زي ما احنا احنا اقول لا السنة اللي فاتت بالشراكة مع شركة بيتك للتجارة والتوزيع تمام زي ما احنا احنا اقول الصناعي شركة بيتيك للتجارة ايه والتوزيع. ايه التخصوط اللي موجودة في المدرسة بقى؟ طبعا قسم التسويق واسليب عرض المنتجات مية مية قسم المبيعات وخدمة العملاء قسم الامداد والتوريد والخدمة اللوجستية. تلت اقسام فعلا السوق محتاجهم. تمام؟ ايه مميزات المدرسة بقى دي عن باقي المدارس؟ الحصول على شهادة مصرية متابقة للمعايير الدولية في مجال التسويق. وده مهم. تماما. عشان اللي عايز سفر دولة عربية يشتغل في مجال التسويق. التدريب العملي اثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي اللي هو شركة بيتيك. فرصة تعيين بشركات الصناع الشريك الصناعي بعرض التخرج. اهي ده على موقع المدرسة. يعني في فرصة للتعيين اهو من موقع المدرسة الرسمي. طبعا توفير زي المدرسي. مكافأة مالية اثناء التدريب فترة التدريب. يحصل خريج المدرسة على شهادة ايباء الدبلومة الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. زي كل الدبلوم بتاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديوهات السابقة. خلاص? ولصورة للمدرسة وبعض. ده بعض المميزات او بل كانت مذكورة في المدرسة نفسها. خلاص اهي مميزات المدرسة. تمام? ماشي. زي قالك الشركاء. اهو الشركاء. وسنوات الدراسة. والمميزات. وشروط التقديم. والشروط القابولة. نعم في كل ده الوقت ان شاء الله بازن الله. تمام? اهو. ماشي. الحصول طبعا مميزات. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية. تمام? وتدريب العامل اثناء فترة ايه الدراسة بشركات الشركة الصناعي. ماشي. والتخاصصات او 3 سنوات. التخاصصات. تجارة التجزئة. قسم التسويق واساليب عرض المنتجات. قسم المبيعات وخدمة العملاء. قسم الامداد والتوريد اللوجستي. تمام? اهو. شروط بقى التقديم. ماشي وقال لك فرصة تعيين في الشركة الصناعي ومكافآت مالية اثناء فترة تدريب. شروط التقديم. اني اكون طبعا حاصل على الشهادة الاعدادية ده السنة اللي فاتت. تمام? بمجموع متين وتلاتين. ده العام الماضي كان متين وتلاتين. خلاص? هل العام ده هيزيد عن متين وتلاتين؟ ما ظنش. ما ظنش انه ممكن يقل لكن ما يزيدش. يتاح التقديم طبعا للبنين والبنات في محافظات القاهرة الكبرى. اه يبقى التقديم فعلا لدرسة من مشتركة. بنين وبنات. مين المتحلو يقدم القاهرة الكبرى؟ مين؟ القاهرة والجيزة والقليوبية. القاهرة والجيزة والقليوبية. لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام اول اكتوبر. ايه المنهاج الدراسية؟ المنهاج الدراسية بقى. العلوم الاساسية والثقافية. العلوم الفنية في مجال التخصص للتدريب عملي. يبقى عندنا معلومة علوم اساسية وثقافية للعربي والانجليزي والرياضيات والكلام مين ده. وعلوم فنية خاصة في مجال التخصص لوا التسويق وتدريب عملي. شروط القبول. ان يتقدم الطالب لانتحق بالمدرسة على موقع الرسمي للوزارة. تلك الرابط لسه لم يفتح. ان يكتاز الطالب طبعا اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم. تمام؟ دي المدارس او اللي احنا قلناها ومعاني المدرسة دي او الصور بتاعت ودي صورة ايه المدرسة بتاعتنا. لحنا نتكلم عنها ايه النهار. خلاص؟ تمام؟ اه. نجي شوية عن تفاصيل. تفاصيل للمدرسة. طبعا تقدع المدرسة للمصروفات الحكومية كويس جدا ملاش مصروفات خاصة بيها. ولكن مصروفات الحكومية اللي بتدفع حوالي مئتين جنيه اللي هو مصروفات الاعدادي اللي سنة والعام عادي. تمام؟ شروط القبول اهو. ان يكون طالب حاصل على شهادة من مرحلة التعليم الاساسي اعدادية عامة مش ازهرية. اعدادية عامة مش ازهرية. تنسيق طبعا السنة اللي فاتح نقولنا امتين وتلاتين. بنين وبنات. تمام من محافظة القاهرة الكبرى زي ما احنا قلنا القاهرة والجيزة والقليوبية. تمام؟ طبعا هيقدم على موقع الوزارة. ماشي؟ هيقدم على موقع الوزارة. بس لسه اللينك ما فتحش زي ما احنا شايفين قدامنا هو. اللينك بتاع التقديم لسه ما فتحش هيكون موجود ان شاء الله هنا بازن الله. خلاص. ماشي؟ طبعا يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية لا يزير عن 18 عام يكتاز الطالب. اه في عندنا اختبارات وانترفيو. اختبارات هتكون بسيطة يعني اختبارات في اللغة اختبارات في الانجليزي في الكمبيوتر في حاجات مني. كعادة مدارس تكنولوجيا تطبيقية كلها. عندهم اختبارات وعندهم انترفيو وعندهم كشف طبي. التلات حاجات دول قلنا موجودين في كل مدرسة التكنولوجيا تطبيقية. ايه الاوراق المطلوة بقى؟ بيان نجاح معتمد من الادارة التعليمية التابع لها. في طلبة هتقول لسه المدارس الاعدادية متسلمة سنوية عامة. مش هنعرف نروح المدرسة. متروحش المدرسة هتروح الادارة التعليمية اللي انت تابع لها وهتجيب منها حاجة اسمها بيان نجاح. استمرت النجاح طبعا اتمامش مرحلة التعليم الاساسي اللي قال اعدادية ايه العامة. صورة الشهادة نفسها. صورة شهادة الميلاد. شهادة طبية معتملة بالتأمين الصحي. تمام؟ قلنا الشهادة المعتملة بالتأمين الصحي. زي ما تكلمنا في الفيديوهات السابقة. هتروح التأمين الصحي اللي انت تابع ليه وتجيب بطاقة تقريبا بعشرة جنيه وتقدمها. دي طبعا هتكون فيها كل حاجة عنك. عارض اثنين صورة شخصية حديثة للطالب. صورة بطاقة ولي الامر طلب التحق بالمدرسة وحافظة مستندات. عنوان المدرسة بقى دي فين؟ اهو منطقة تحيا مصر اربعة حيي الاسمرات المقتم القاهر. وسائل الاتصال بالمدرسة دي ادي الاميل بتاعه ما هو؟ وهسيب لك برضو ان شاء الله برضو في سندوء الوصف. لو انا عايز اتواصل مع المدرسة ادي الاميل الا هتواصل بيه مع المدرسة ان شاء الله بازن الله. طب نوع هالمدرسة زي ما احنا اتفقنا. تكنولوجيا تطبيقية. خلاص? اللغات الرسمية في المدرسة اللغة العربية. طبعا الفيسبوك هو حاطلك هنا الفيسبوك بتاع اللي هو ايه مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وهزيولك برضو تحت في سندوق الوصف. اللي هو الخاص بكل مدرس تكنولوجيا تطبيقية وكل اللي كلمنا عنه قبل كده. تمام له حابب تزوره. ان شاء الله. خلاص? ماشي. طبعا مرحلة سانوية. جهة اعتماد المدرسة وهو وزارة التربية والتعليم. الجهة وزارة تربية والتعليم. تلاميذ المدرسة مختلط. يعني بنين وبنات. تمام? ايه المعلومات القرافية اللي عن المدرسة? فيها انشطة رياضية. فيها انشطة فنية. فيها معسكرات. فيها رعاية طبية. فيها مشاركات رياضية. وفيها مكتبة. تمام? كل ده يجب نهولك من موقع المدرسة نفسه. موقع المدرسة نفسه. او. وده اللي هو صفحة الفيس الخاصة بمدرسة تكنولوجيا تطبيقية. هتلاقي عنها كل حاجة عن مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. وهنا هيفتح اللينك بتاعها. تمام? اهو. في مدرسة كل حاجة عن مدرسة تكنولوجيا تطبيقية اللي مدرسة بيتك واحدة منهم ان شاء الله. خلاص كل حاجة عن مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. خلاص. اهي. ماشي. وبرضو ظهر ايه اه. اه. وظهر طبعا هنا على موقع المال. جالت المال ان المدرسة هتقبل دفعة جديدة. تستعد مدرسة بيتك لتكنولوجيا تطبيقية. اهي. والتي تعد اول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال تجارة التجزئة بحي المقطم للاصمارات تحية مصر. لاستقبال الدفعة الثانية. لاستقبال الدفعة الثانية. اهي من العام الدراسي عشرين واحد وعشرين وعشرين اتنين وعشرين اللي هو العام الحالي. في الدشاة الاعدادية للدراسة في محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية. تمام? وادي اللي هو مدير ايه الشركة مع دكتور طريق شوكي. شرك شوكي في المدرسة دي او المدرسة. طبعا بقول لك انتاج يعني تخريج كوادر مؤهلة على مستوى تلبيت احتياجات سوق العمل المحلية. وفي القدرة على توفير كل العمل للقطاعات. وخلق سوق عمل. ودي صورة بمدرسة. وطلبة المدرسة العام الماضي زي ما احنا شايفين. اهو. تمام? وده خبر طبعا زي ما احنا قول ننزل في جريدة ايه? المال. ان في دفعة جديدة للمدرسة ان شاء الله. بازن الله. ده كل حاجة عن مدرسة النهاردة بيتك ومدرسة جميلة جدا. وبصراحة انصحكم بها لان المدرسة دي فعلا سوق عمل. فعلا سوق عمل. والمصروفات فيها طبعا مسانفات حكومية يعني متين جنيه. خلاص? فياريت لو عايز اي حاجة منك تبه في التعليقات وهو ارد عليك ان شاء الله بازن الله. ولايك وشيره الفيديو ده عشان نوصل لك بالعدد من الناس ويستفيدهم. ولو عايز اي حاجة منك تبه في التعليقات وهو ارد عليك ان شاء الله بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.